أهلا بكم مع فيديو جديد مخلوق مرعب من كوكب غريب وعنده القدر على التكاثر بالاندماج الخلوي وبيقدر إنه شكل نفسه لأي هيئة وللسبب ده من الصعب السيطرة عليه أو هزمته بيبدأ فيلمنا في الحقل الجليدي الواسع الموجود في القدب الجنوبي وبنشوف واحدة من عربيات الجليد بتتحرك في المنطقة وكان فيها مجموعة من أعضاء محطة أبحاث نرويجية وبنعرف إن في الفترة الأخيرة استقبلوا إشارات راديو من مكان مجهول وكان مفتريقهم عشان يعرفوا مصدرها لكن فجأة الجليد بينهار وبنشوف إن العربية بتقع جوا فجوة كانت في الأرض والحصن حظهم إنها بتقف نتيجة إنها بتنحشر ولما بيشغلوا أضواء عربيتهم بنشوف إن كان فيه شيء تسبب في دهشتهم بعد كده بنعرف إن الدكتور هالفورتسون بيسافر لكولومبيا عشان يحل اللغز وبيقابل علمة الحفريات كت وكان عنده مجموعة من الأخبار كانت سبب في إنها تجذب اهتمامها عشان تسافر مع هالفورتسون لأكتر من عشر تلاف ميل وبالتحديد للكتب الجنوبي ولما بتوصل بتتحرك لمكان الكهف الجليدي عشان تشوف سفينة فضائية ضخمة وغريبة في شكلها وبيقول لها الدكتور هالفورتسون إن الأبحاث اللي عملوها بتقول إن السفينة موجودة جوا الكهف من مئة ألف سنة وإنهم وصلوا لمكانها عن طريق إشارة كانت بتقوم ببسها وكان السؤال اللي بيشغل بالهم مين اللي قام بصنعها وهل هو من كوكب الأرض ولا مخلوقات فضائية وكان من الصعب الإجابة على كل الأسئلة في الوقت الحالي وعشان كده بيخرجوا من الكهف وبيوصلوا لإكتشاف تاني وكان أكثر أهمية وبنشوف إن كان فيه مخلوق غريب وكان متجمد تحت طبقة من الجليد وكانوا واقفين فوقها وبنشوف إن الدكتور هالفورتسون بيطلب من أعضاء الفريق إنهم يقطعوا كتلة الجليد اللي بتحيد بالمخلوق ولما بيرجعوا المحطة بنشوف إن هالفورتسون كان متحمس جدا وحريص عشان يعرف إجابة كل الأسئلة اللي بتدور في أزهانهم وكان السؤال الأهم عن طبيعة المخلوق الغريب وهل هو كائم فضائي ولا نوع من المخلوقات اللي كانت بتسكن الأرض في وقت من الأوقات بعد كده بيطلب من مدير المحطة حفار كهربي وده عشان يبتدوا في حفر كتلة الجليد وياخدوا عينة من جسم المخلوق وبيقوموا في فحص الحمد النووي عشان يكتشفوا إن المخلوق مش بينتمي للأرض وبنشوف إن أغلبهم كان متحمس بعد سماعهم للخبر وبنشوفهم بالليل وهما بيحتفلوا باكتشافهم من غير ما يعرفوا طبيعة الخطر اللي كان بيقرب منهم وكانت كتلة الجليد اللي بتحيد بالمخلوق ابتدت تدوب وبنشوف واحد من أعضاء المحطة واسمه جيمسون وكان بيقرب من الكتلة وبيلاحظ وجود شقوق صغيرة ابتدت تظهر جوا كتلة الجليد وبيحس إنها معرضة للكسر في أي لحظة وبيفكر يخرج لكن فجأة بنشوف كتلة الجليد بتنكسر وبيخرج منها المخلوق الأسود العملاق وبيختارك سقف المكان عشان يختفي وسط ظلمة الليل وبيجري جيمسون اللي كان مرعوب بشكل كبير وبنشوف إن أعضاء المحطة لما بيعرفوا منه اللي حصل بيروحوا بسرعة المكان الكتلة المكسورة وبيسيطر عليهم إحساس كان عبارة عن خليط من الخوف والإحباط الشديد وبسرعة هالفورسون بيقوم بتنظيم فرق بحث مكونة من أعضاء المحطة عشان يوصلوا المكان المخلوق اللي بيكتشفوا إنه قتل مجموعة الكلاب المسؤولة عن جر زلاجات الجليد وكان المفاجئ بالنسبة لهم واللي مكانش على البال هو إن المخلوق مهربش فعلا وكان قريب منهم وبيستغل إن الوقت ليل وإن المكان مظلم وكان مستخبف زاوية من الزوايا وبيخرج منه الصوت كان غريب وبيلفت انتباهي اتنين من أعضاء المحطة وبسرعة البرق بنشوف إن المخلوق بيتحرك وبيضرب بمخالب واحد منهم وبيسحب جثته وبنشوف إن صرخته بتكسر حالة الصمت اللي بتسيطر على المنطقة وبيظهر باقي الفريق في الوقت اللي كان فيه المخلوق بيأكل جثة الشخص المسكين أو بمعنى أضك بيبلحها وقدام المشهد الرهيب وإحساسهم بالخطر ابتدأ أعضاء المحطة في استخدام أسلحتهم لكن من غير فايدة وهنا بيضطروا إنهم يستخدموا النار عشان يحرقوا المخلوق والبيت اللي كان مستخبي تحته وفعلا بنشوف إن المخلوق بطل يتحرك وبنشوف كمان إن هالفورسون كان مصر إنه يستغل الفرصة ويقوم بدراسة المخلوق عشان يعرف طبيعته وأثناء ما كان بيقوم بتشريح الجثة بيكتشف إن الشخص اللي راح ضحية المخلوق اندمج معه بسرعة وأصبحوا كأندهم واحد وإن المخلوق كمان لفظ شريحة من الفلاز تم تركبها عشان تعالج كسركا في عظم الشخص المسكين وكان الشيء الأغرب بالنسبة لهم إن خلايا المخلوق فضلت في حالة نشاط على الرغم من موته وكانت بتتغزى على الخلايا البشرية وكان ده معناه إن المخلوق بيعيد بناء نفسه في هيئة الشخص اللي راح ضحيته وبنشوف إن اكتشافهم بيتسبب في زيادة الخوف اللي جواهم تاني يوم بيستعدوا عشان ينقلوا عدد من الجرحة بالطيارة الهليكوبتر في الوقت اللي بتكتشف فيه كيت مجموعة من الأسنان المعدنية مع بقعة كبيرة من الدم في حمام من حمامات المحطة وبتفكر كيت إن في شيء رهيب بيحصل أو إنهم ارتكبوا غلطة كبيرة وبتخرج بسرعة من المكان وبتحاول إنها توقف الطيارة اللي بنشوف إنها ابتدت تتحرك فعلا في نفس الوقت بنشوف جوا الطيارة واحد من أعضاء المحطة وكان جسمه بيتغير بشكل مرعب وبيهاجم كل اللي كانوا معاه وبتخرج الهليكوبتر عن السيطرة وبتوقع عشان تنفجر فوق جبل من الجبال وهنا بيكتشفوا إن في عاصفة بتقرب من مكانهم وإنهم في مشكلة حقيقية بعد ما فقدوا القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي وتحطمت الهليكوبتر وسيلة النقل الوحيدة الموجودة في المكان وفي الوقت اللي كانوا حاسين فيه بالحيرة بتظهر كيت فجأة عشان تقولهم إن المخلوق عنده القدرة إنه يظهر في أي هيئة أو أي شكل وبنشوف إنهم ابتدوا يتوتروا أكتر بعد كده كده بتارد عليهم مجموعة الأسنان المعدنية وبتقولهم إن الوحش بيندمج مع المواد الأدوية أما المواد الغير أدوية فبيتخلص منها وبتقولهم كمان إن فيه شخص نظف الدم اللي كان في الحمام عشان يخفي أي دليل وراء وإن الوحش لسه موجود بينهم في شخصية واحد منهم وبنشوف إن محدش صدق كلامها وبيخرجوا من المكان معادة جولييت علمت الجيولوجيا اللي بتفضل معها عشان تقولها إنها شافت كولين وهو بيخرج من الحمام وكمعها أدوات تنظيف وبتقولها إنها بتشك فيه بعد كده بتروح مع كتل المكان اللي فيه مفاتيح كل العربيات عشان يمنعوا الوحش من الهرب وأثناء ما كانت كت مشغولة في البحث عن المفاتيح بتسمع فجأة صرخة غريبة من جولييت اللي كانت وراها عشان نكتشف إنها خدعتها وإن الوحش تمكن منها وهنا كد بتحاول إنها تهرب وبنشوف الوحش وكم بيطاردها وبيظهر كارل فجأة في طريقه وقبل ما يفهم اللي بيحصل بنشوف إن الوحش بيهجم عليه عشان يقتله وبيسمع عضاء المحطة صوت صرخته وبيظهروا في الوقت المناسب وبيستخدموا قاذفات اللهب عشان يحرقوا الوحش اللي بنشوف النار وهي بتحرق جسمه عشان يموت في النهاية بعد كده بيخرجوا برا المحطة وبيجمعوا كل الجسس مع جسة الوحش عشان يحرقوهم وبنشوف إنهم اقتنعوا بكلام كد وبصحة نظريتها وإنهم لازم يتأكدوا من إن الوحش مش موجود بينهم في هيئة أي شخص منهم وهنا الكل بيستسلم لعملية التفتيش وفي نفس اللحظة بيظهر شخصين من بعيد وستعتمت الليل وهنا كد بتقول إنها شافت الهولوكوبتر وهي بتتحطم وبعدها بتنفجر والسؤال دلوقت إزاي يفضلوا عايشين بعد كل اللي حصل وبنشوف إن كان فيه ناس بتطالب بحرقوهم لكن كد بتعرض عليهم إن يتم عزلهم لحد ما يتأكدوا منهم وبياخضوا عينات من دمهم عشان يختبروها لكن قبل ما يحصل ده بنشوف إن المختبر بينفجر وكان فيه حد بيحاول يحرق المكان عشان يخفي وجوده وكان ده معناه إن الوحش لسه موجود وهنا كد بتقولهم إن فيه طريقة تانية عشان يتأكدوا بيها وبتطلب منهم يفتحوا بققهم عشان تشوف أسنانهم وهنا الأشخاص اللي كان عندهم مشاكل في أسنانهم بيتم استبعادهم من قيمة المشتبه فيهم بعدها بنشوف اتنين من أعضاء المحطة واللي تم التأكد من شخصيتهم بيروحوا المكان الهولوكوبتر عشان يتأكدوا من جسس الضحايا في نفس الوقت بيكتشفوا إن الشخصين المشتبه فيهم واللي تم عزلهم اختفوا من مكانهم وكان فيه أصار عنف وبيروحوا عشان يبلغوا كتب اللي حصل وبينشوف إن الكل كان خايف وابتدى كل واحد يشك في التاني بعدها بيسمعوا صوت إزاز بينكسر وبيجروا في اتجاه الصوت وبيشوفوا الشخصين اللي هربوا من العزل كارتر وجيمسون وكان معاهم سلاح وبيحاول الدفاع عن نفسهم وبينشوف إن القائد بيؤمر بحرقهم لكن جيمسون بيدرب النار في اللحظة الأخيرة وبيقتل الشخص اللي كان معاقز في اللهب وبينشوف إن الرصاصة بتسيب خزان الوقود اللي كان على ظهره عشان ينفجر وبعد ما الوضع بيستقر بيحاول إنهم يستجمع قوتهم وبيساعدوا القائد اللي فقد وعيه نتيجة الانفجار وقبل ما يشموا نفسهم بنشوف إن إيد القائد بتنفصل عن جسمه وبتتحول لوحش مرعب وبيهاجم واحد من أعضاء المحطة في نفس الوقت اللي بنشوف فيه القائد وكان بيتنفض وابتدى يتحول وبتخرج من جسمه مجسات وبيهاجم الناس وبيقتل عدد كبير منهم وبيحاول جيمسون إنه يضرب النار من مسدسه لكن بنشوف إن الوحش ما كانش بيتأثر وبيهاجم جيمسون عشان يقتله بعد كده بنشوف الوحش وكان بيقرب من واحد من أعضاء المحطة في مشهد مرعب وبنشوف إنه كان بيندمج معاه عشان يقضي عليه في نفس الوقت بترجع كتو كان معاها قازف لهب لكن الوحش بيهرب على الرغم من كده بنشوف كتو هي بتحرق جسس أعضاء المحطة اللي كانت في المكان بعد كده بتقابل كارتر الشخص الوحيد اللي فضل عايش وبيروحوا سوا عشان يدوروا على الوحش وبيشوف كارتر إيد القائد اللي تحولت لشيء يشبه الحشرة وبيضربها بالبلطة اللي كانت في إيده وبنشوف إن ده مش بيأثر فيها لكن بسرعة بنشوف كتو وكانت بتحرقوا بالنار وبعدها بيكملوا في طريقهم وبيدوروا على الوحش اللي بيظهر بعد كده فجأة من وسط الضلمة وبيجري كارتر وكان خايف وبيهرب من المكان وبنشوف إن الوحش بيطردوا وبيروح وراه وقبل ما يوصل لمكانه بتظهر كت في الوقت المناسب عشان تحرق الوحش اللي بيحاول يهرب وبيخرج برا المكان وبتخرج كت وراه وكانت مصررة إنها تقضى عليه وتحرق جثته بعد كده بتشوف فجأة دكتور هالفورسون وكان بيهرب من المحطة وبتتحرك كت بسرعة عشان تطرده وبتقول لكارتر إنه لو خرج من القطب الجنوبي هيقضي على العالم كله وإنهم لازم يمنعوا الكارثة قبل ما تحصل وفعلا بيروحوا عشان يطردوه وبنشوف إن كت بتبص للحلق اللي كان في ودن كارتر عشان تتطمن إنه لسه إنسان وفي النهاية بيوصلوا للمكان اللي كان فيه السفينة وبنشوف إن الوحش بدأ في تشغيلها وبتقع كت من غير ما تقصد عشان تفقد وعيها ولما بتفوق بتكتشف إنها جوه السفينة وبتمبهر بالمكان وبكل اللي حواليها لدرجة إنها بتنسى الخطر اللي كان بيقرب منها وفجأة بيظهر الوحش في هيئتها الفورسون عشان يهاجمها وبتهرب منه وبيفضل يطردها وبتحاول تستخبه لكن فجأة بتشوف الكمبيلة اللي وقعت منها وبتجري بسرعة عشان تمسكها وفي نفس الوقت بنشوف إن الوحش بيمسكها من رجليها عشان يسحبها وبيفتح بقه وبيقرب منها عشان يبلحها وهنا كد بترمي الكمبيلة عشان تنفجر ويتحول الوحش الأشلاء بعد كده بنشوف كيت وهي بتخرج مع كارتر وفي نفس الوقت بنشوف إن محركات السفينة بتقف مرة تانية وبينتهي كل شيء وبتستعد كيت مع كارتر عشان يرجعوا مرة تانية للمحطة لكن كيت بتشوف فجأة إن كارتر كان من غير الحلق وكان ده معناه إن الوحش قدر يوصله وإن الشخص اللي قدامها مش كارتر وبينشوف إنها من غير تردد بتتخلص منه وبتحرقوا بالنار ومع بداية فجريوم جديد بتوصل هليكوبتر لمكان المحطة وبينشوف الطيار وكان مرعوب من مشاهد الموت والدمار اللي كانت في المكان وبينشوف إنه بيصرخ وبينادي عشان حد يسمعه وهنا بنكتشف إن كان فيه شخص نجم من الموت بيخرجه وكان مع سلاح وبينشوفه هو بيدرب النار وبيقرب منه عشان يتأكد منه ومن شخصيته في نفس اللحظة بيظهر كلبه وكان بيجري وبيحاول يهرب وبينشوف الشخص المسلح وكان مرعوب ودل إن الكلب ده كان المفروض إنه مات مع باقي الكلاب وبيحاول يقتله بسلاحه بعد ما اكتشف إن الوحش رجع في هيقته وبيهرب الكلب وبينشوف إنهم بيحاولوا يطردوه بالهليكوبتر وبكده ينتهي الفيلم سلام لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة